في بيت الروبي فيلم اللي كسر الدنيا الممتع الجميل انت كنجم كبير بتدي فرصة للشباب جنبك الجيل ده لازم نقضي عليه كريم كريم انا بتكلمك جد خلاص لو انا وانت لو انا وانت ما اشتغلناش على الموضوع ده فيه كاسة يبني صحة استاذ انت فاكر ان كريم محمود عبدالعزيز يعني جنبك كده لا ما بديهم حبيبي ما ايه هنقضي عليها استاذ ايوه انا وعيد الفيلم تاني النهاردة هفوره يا ابني افهم اللي هم بيعملوه هاجين نهدي النفوس لا 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 انا بكلمك للمصلحة تاني كمان ايوه حاضر الجيل ده لازم يتنسف هو انت حد خد بايي دكي يا ابني لا طيب انا اقولك على حاجة بقى انا هبتدي البرنامج انا اسف انا مش هعمل الغلطة دي تاني اخر مرة هطلع معي حد في الفيلم لا اصلي كريم كمان كريم اخويا وكريم مش هنعب بقى نقول الكلام قال اه لو اشوف كريم ماشي في شارع بعمل البودكاست ده معدوك هولع فيه هولع فيه اه ده جاري صح اه وكارك وكاري وقارك وجاري لا وابنه استاذ ده وابنه معلش لا وكل الاحترام وابنه حمل شغلوش تاني بس خلاص اطلوب لابنه كريم احمل على عز التليفور لانه اه وهو بيشتغل هو باصص على مكانك هو باصص ان يبقى موجود في الحتة دي احنا لازم احنا انت تفضل تعمل الباشا تلميز عمرك ماذا الحقيقة اه انت دايما واجه ده الجنبي بص في القميتي وحاجة ايوة طبعا العيب فيه نحلة استاذ ما عليش طبعا لن اكررها لن اكررها بس الكوميديا منك ممتعة طبعا انا بحب الكوميديا يعني وانا مش موسي الكوميديا يعني انا بحب كوميديا الموقف وانا بمثل فيها يعني انا كوميديا اللفظية او الفرس ما بعرفش عملها لكن لما هتحطيني في سيتيويشن الموقف نفسه بيدحك الموقف التناقض اللي فيه الكونتراديكشن اللي فيه فلا انا بحب الكوميديا واحنا كمان شعب ده مخفيف وشعب بيحب النكتة يعني متربين على افلام برضو اسات زيتنا الكبار انا عارف انه بيبقى فيه حالة كده ما تخش الستوديو عشان الغنى كلنا بروح مسكين ال اهي 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 قل التجربة دي لا مصيبة سودة لغنية كنت حلوة جدا ده بقى محمود عسيلي الله يا بارك سيبك من العسيلي برضو يا الله مع كريم محمود يروح مع كريم محمود يا ابني الجيل ده يجب ان يافنى هو انت عمر حد سبك تعمل حاجة سامحنا استاذ سامحنا خلاص محمود العسيلي يافنى يافنى كريم محمود يافنى مين تاني يا استاذ كله 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 انت وبس لازم تدوس على الناس كلها اللي عملته في الاستاذ عمر انا وقفت روحت الستوديو ومعانا دكتور بيتر ومعانا الملحن الاستاذ احمد طريق يحيى فاروحت اتفضل خش الستوديو دخلت وقفت وصد انا رجل شغلتي ان اتكلم مش ان اغني فقالولي يلا قطولي محلو يلا ايه قالولي يلا هنغني فحتى لو تاخد بالك في الاغنية انا مغنيتش انا بنده يعني اعسيلي هو اللي بنده اهي 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 انا جاي هناك اهي فانا انا بنده في الاغنية ممغنيت والله جي وقت كده لا انا مغني في المسرحية بقى اه انا مغني في السندباد بقى هنا طبعا هتلاقي حتتين من بتوع فريد لاتراش كده يا سلام لما قام الجمهور ماشي ما بقاش انا ما بقى وسط الرواية طب حافز حاجة منها لسه درواية مسندباد اه لأ من المسرحية من المسرحية قسم درواية اه 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 في حاجات طبعا اه في حاجات بعملها انا وكمخاطر ادينا جملة كده اه على فوتك قوتك لعبك كورتك بس يعني ايو مش عايزة بوصلك الحلقة لا 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 مفيش طبويس حاول كده يعني البودكاست لمكسر الدنيا مش عايزة بقى انا العنصر اللي وقف في البودكاست